بسم الله الرحمن الرحيم عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ مرحبا بكم درسنا اليوم سنخصصه لشعر التجديد من خلال نص النظري بعنوان سؤال ذات في الرومانسية العربية لسيد حامد النسج إذن قبل الدخول في تفاصيل هذا الدرس لا بد من التذكير بالأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال هذا الدرس ملاءمة مقتضيات القراءة المنهجية لخصوصيات النصي النظري تمتل خصائص المدرسة الرومانسية اعتماد خصائص خطاب تجديد لمقاربة نصوص في وضعيات تعلمية جديدة بمعنى أن يستفيد التلميذ ويدمج مكتسباته حول هذا الخطاب في مقاربة نصوص أخرى تعرف طبيعة النص النظري وخصائصه المختلفة إذن تسعى أو نسعى من خلال هذه الأهداف إلى تكيف مراحل القراءة المنهجية لتتلاءم وخصوصيات النص النظري ثم أن تكتسب عزيزي التلميذ بعض المعارف حول المدرسة الرومانسية من أجل توظيفها أيضا في مقاربة نصوص مدرسية أخرى تميد وعبارة عن رصيد معرفي نشير فيه إلى ظهور دراسات نقدية قدمت فهما جديدا لطبيعة الشعر ووظيفته ذلك أن ظهور الحركة الرومانسية في الشعر العربي قد وكبته مجهودة نقدية لمجموعة من النقاد الذين قدموا إضافات تنظيرية ونقدية لدعم الإبداع الرومانسي ومن بين هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال للحصر كتاب الشعر العربي الحديث بنيته وإبدالتها الجزء الثاني المتعلق بالرومانسية للشعر والناقض المغربي محمد بن نيس وكتاب عبدالقادر القط الشعر الوجداني ثم كتاب دراسات في تطور حركة الشعر الحديث لعب لمحسن طه بدر وغيرها من الكتب التي تمت بالحركة الرومانسية أثر المتاقفة مع الغرب في تجديد الشعر إذن عامل جديد كان أيضا ناتجا عن أثر المتاقفة والطلاع الأدباء العرب على بعض التجارب الإبداعية الغربية وخاصة في فرنسا وأنجلا تيرا لا يد كل من فيكتوريغو ولمارتين وكولريج وغيرهم من الشعر الذين تأثرت بهم الرومانسية العربية إضافة إلى ازدهار حركة الترجمة تجاوب بعض الجماعات الأدبية مع طيار التجديدي مثل جماعة الديوان بقيادة العقاد والمازيني وعبدالرحمن شكري ومدرسة المهجر بقيادة إليا أبو ماضي ميخاء النعيمة جبران خليل جبران ومدرسة أبولو أو جماعة أبولو بقيادة أحمد زاكي أبو شادي وعلي محمود طاها وحسن كامل صيرفي وإبراهيم ناجي وغيرهم كثير ثم التأثير ببعض الفلسفات التي تعنى بالفرض لأن الرومانسية كما تعرف عزيزي التلميذ تمجد الفرض وتمجد الدات وتمجد القيم المثالية لذلك تأثر شعراء العرب بهذه الفلسفات التي تعنى بالفرض والتي أيضا تعنى بالقيام المطلقة والمثلة تجديد القصيدة العربية على مستوى الموضوعات واللغة الشعرية ومكونات الصورة ووظيفتها أثبتت هذه الدراسات النقدية التي تمت بالرومانسية إلى أن القصيدة العربية وقع فيها تجديد على مستوى الموضوعات واللغة الشعرية ومكونات الصورة ووظيفتها لجوء الطبيعة ورد الاعتبار للدات الإنسانية وإعادة النظر في أهمية شعر ووظيفته إذن بعد هذا التمهيد ننتقل عزيزة التلميذ إلى قراءة نص قراءة متأني إذن هذا النص النظاري قلنا بعنوان سؤال الداتي في الرومانسية العربية احتوت الرومانسية في جانبها الإيجابي طورة على التقليدية في الأدب والفن وعلى المضامين التي ابتعتتها قواعد الحياة في مجتمع محافظ وما يميز الرومانسية كاتجاه أدبي وأنها تجعل الفرد جديرا بعناية الأدب من ناحية وتعتبره منبع القيم جميعها من ناحية أخرى وإذا كانت التقليدية فيما مضى تعنى بالإنسان النموذجي فإن الرومانسية أخذت تحتفل بالإنسان الفردي واهتمت بإبراز شخصيته وبينما كان يطلب من التقليدي أن يكبح جماح مخيلته فإن الرومانسية أصبح حرا في أن يطلق لخياله العنانة وأن ينطلق وراء اللامحدود والمطلق ولعل أهم ما تنوى له الرومانسيون بالتغيير المحواري هو مفهوم الأدب فقد استعاد الرومانسيون عن المفهوم القديم للأدب كتقليد بمفهوم جديد للأدب كتعبير أي تعبير عن النفس لأنهم يؤمنون بالعبقرية الفردية والمصلحة الفردية ومن تم كان الأدب الرومانسي أدباً داتياً فردياً لأن الكاتب يعبر فيه عن شخصيته وفرديته وداتيته بحرية إن موضوعات الأدب الرومانسي هي الأخرى تدور في دائرة مركزها الأنا والدات ويغلب عليها الطابع الفردي لهذا فشلت في تبني الفنون الموضوعية وكان الشعر الغنائي هو فنها الأول لكن أعظم موضوع تناوله الرومانسيون جميعاً هو بلا شك الحب فالحب أعمق العواطف الإنسانية جذوراً في الكيان النفسي وأقربها إلى غريزة التعبير عن النفس وتحقيق الذات وإتباتها والشاعر الرومانسي يعبر عن الحب كما يفهمه ونفسه بتمايز وتفرد لأنه لا يحب كسائر الناس بل يحب على طريقة أفلاطون وقد صادف الاتجاه الرومانسي هوا في نفوس الشعراء العربي أوائل القرن العشرين وطوال العشرينات منه خاصة بعد ترجمة بعض الأعمال الرومانسية الغربية فالاستعداد لتقبل الرومانسية كامن وموجود لقد كان الشعر الذي صدر عن جماعة أبولو سنة 1932 ميلادية فضلا عن جماعة المهجر الرابط القلمية وجماعة الديوان شعرا رومانسيا في محتوىه الفني وطريقة بنائه على حد سواء وتمثل ذلك في قصائد علي محمود طه وإبراهيم ناجي وجبران وشكري وبهذا أصبح الشعراء الرومانسيون العرب يميلون إلى كل ما هو عاطفي وجداني شعوري خيالي وكان هذا هو مطلب المرحلة التاريخية وطابعها في آن معا غير أن الإطار العام الذي دار في فلكه الشعر الرومانسي العربي هو التصوير الحاد لعاطفة الحب والتعبير عن أحاسيس فرضية خالصة وقد ظهرت في الفترة من 1933 ميلادية إلى ما قبل قيام الحرب العالمية الثانية بقليل مجموعات كثيرة من دواوين الشعر الرومانسي الخالص النص هو للكاتب سيد حامد النساج في الرومانسية والواقعية عنوان مصدر النص دار غريب للطباعة القاهرة صفحة سعود وما بعدها بتصرف بعد هذه القراءة الأولية للنص ننتقل إلى مرحلة الملاحظة ونركز من خلالها على بعض المؤشرات مثل العنوان سؤال الدات في الرومانسية العربي يحيل هذا العنوان من خلال دلالته الأولى على مفهوم الدات باعتباره مكونات الخطاب الرومانسي أي أن الدات تشكل دعامة أساسية بالنسبة للشاعر الرومانسي ننتقل إلى مؤشر آخر وهو بداية النص ننتقل إلى مؤشر آخر وهو بداية النص العرب الرومانسيين الفارضية من خلال هذه المؤشرات يمكننا وضع فارضيات كثيرة للقراءة وليست فارضية واحدة ولكن الآن سنأخذ نموذج هذه الفارضية عرض النص مفهوم الرومانسية وأهم خصائصها على مستوى الموضوعات واللغة الشعرية إذا الكاتب في هذا النص نفترض أنه سيتناول مفهوم الرومانسية وأهم مميزاتها سواء على مستوى الموضوعات أو اللغة أو الصور الشعرية أو الإيقاع إلى غير ذلك بالنسبة للإشكالية ما هي القضية التي يعالجها الناقد في هذا النص إذن أنت عزيز التلميذ مطالب بتحديد هذه الإشكالية والإجابة عن هذا التساؤل ما القضية التي يعالجها الناقد في هذا النص وما طرائق عرضها أن ننتقل إلى مرحلة الفهم من خلال القراءة الفاحصة للنص ومن خلال شرح المعجم الصعب يمكننا تحديد الأفكار الآتية أولا تحديد الكاتب للجانب الإيجابي للرومانسية والمتمثل في التورة على التقليدية في الأدب والفن ثانيا مميزات الرومانسية الاهتمام بالفرض طبعا كما حددها الكاتب هي الاهتمام بالفرض إطلاق العنان للخيال الانطلاق وراء اللامحدود والمطلق ثالثا أهم خصائص الرومانسية الأدب وتعبير عن الدات هيمنة التيمات النفسية مثل الحب الرابعا المدارس الممثلة للاتجاه الرومانسي هي جماعة الديوان المهجر وأبولو قد سبق لنا الإشارة إلى هذه المدارس في مرحلة التمهيد خامسا ميل الشعراء إلى كل ما هو عاطفي وجداني شعوري خيالي وانعكاس ذلك على دواوينهم الشعرية بالنسبة لمرحلة التحليل قلنا أن تحليل النصص النظرية يختلف عن تحليل النصص الطبيقي بمعنى إذا كان النص نظريا نركز على أربعة عناصر هي أولا عرض الإشكالية يمكن أن نصغ هذه الإشكالية أو هذه الإشكالية في شكل تساؤل ما خصائص الشعر الرومانسي على مستوى الموضوعات واللغة الشعرية وما علاقة ازدهار الحركة الرومانسية بالمتاقفة مع الغرب أنت مطالب عزيزة التلميد إلى الإجابة عن هذه الإشكالية التي طرحت في هذا النص ثانيا المفاهيم والقضايا بالنسبة للمفاهيم نجد في النص مفاهيم وألفاظ دالة التقليدية مثل مثلا التقليدية مجتمع محافظ الإنسان النموذج كبح المخيلة تقليد الفنون الموضوعية كما نجد مفاهيم وألفاظ دالة على الرومانسية مثل الفرد الدات القيم حرا العبقارية المصلحة الفردية الآن الخيال الحب العاطفة الشعور الوجدان إذا أردنا تحديد العلاقة بين الحقلين سنجد أنها حقل أو علاقة تعارض بين حقل التقليدية وحقل الرومانسية بالنسبة للقضايا المطروحة في هذا النص هناك مجموعة من القضايا مثل وهي قضايا نقضية طبعا قضية تجديد مفهوم الشعر عند الرومانسيين ووظيفته بمعنى أن مفهوم الشعر عند الرومانسيين عرفت غيرا جوهريا إذا ما قرنا بمفهوم الشعر عند التقليديين تصوير الفني الذي أصبحت تطرع عليه الخيال والتشخيص والجسيم وترسل الحواس ولم تعود العلاقات قائمة فقط على المشابهة الموضوعات الجديدة قضية التورة على التقليد إذن هذه كلها قضايا أشار إليها الكاتب في هذا النص الإطار المرجعي اعتمد الكاتب في هذا النص من أجل توضيح إشكاليته وتفسيرها على مجموعة من المرجعيات منها تاريخ الأدب لرصد التطور الذي عرفه الشعر العربي منذ التقليدية إلى الرومانسية كذلك علم النفس والفلسفات الغربية والمثالية طرائق العرض عندنا الاستنباط لانطلاق من حكم عام والاستدلال على صحته بأمثلة وضواهر ممثلة لاستخلاص نتيجة الحجاج أو أساليب الحجاج مثل السرد النفي التوكيد تعريف المقارنة الاستنتاج نوع الحجاج هي حجاج واقعية تاريخية الأسلوب التقريري المباشر بهدف الإخبار والتزام الموضوعية اتساق النص من خلال أدوات الربط الدمائر أسماء الإشارة التكرار نستجام النص إذن هذا نص المنساجم لأنه قابل للفهم والتأويل بالنسبة للتركيب التور على القوالب التقليل في الأدب والفن الرومانسية نتيجة حتمية لتطور المجتمعات العربية قيام الرومانسية على تجديد مفهوم الأدب ووظيفته الانتقال من الأغراض إلى الموضوعات تمجيد الدات وهيمنة البعد الداتي والفردي تغني بالطبيعة والحانين إلى روحانيات الشرق الشوق إلى الماضي والحانين إلى الحياة الطبيعية هيمنة تيمة الحب تجديد على صعيد اللغة الشعرية الوظيفة التعبيرية الانفعالية للصورة التجديد نسبيا على صعيد الإيقاع التقويم يمكن أن نطلع صغر من خلال تساؤلين هل النص شامل لكل خصائص المدرسة الرومانسية وما الخصائص التي يمكن توظيفها في مقاربة نص شعري رومانسي بالنسبة لأسئلة التعلم القبلي أنت مطالب عزيزي التلميذ بتهيئ أسئلة الدرس المقبل من بين أسئلة التعلم القبلي أولا قراءة نص للشاعر علي محمود طه بعنوان غرفة الشاعر قراءة هذا النص واستخلاص مضامينه واستثمار معطيات النص النظري في مقاربة النص الطبيقي عزيزة التلميذ عزيزي التلميذ وصلنا إلى نهاية هذه الحصة دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا